السلام عليكم اليوم راح نعمل زبدي بالبيت زبدي بيتوتية زبدي عالية الجودي بتطنى طبعا جربوا الطريقة لانه طريقة كتير بسيطة وبتنعمل بس بديقتين بس اول شي احبا اذا بعدكن ما اشتركت وكنتوا جداد عندي بالقناة وحابيني وصلكم كل جديدة نزلوا هلا ما تحت تجبسوا اشتراك فعلوا الجرس تبسوا على كلمة الكال لحتى وصلكم مني كل الاشعارات وكل الجديدة واكيد عملوا لايك كتير يجبه للفيديو بتمنى تشايروا الفيديو لحتى يصل لأكبر عدد من الناس وخبروني تحت بالتعليقات شو رأيكم بهيدي في هيدا الطريقة عندي هون الحليب هيدا حليب كامل الدسم حليب جاي من المزرعة بعده طازة مفروض يتفور هيدا الحليب كتير منيح لحتى يصير صالح للشرب ما بتزبط هيدا الطريقة ابدا احبائي بالحليب البودرة الموجودة عنا بالبيت مفروض يكون كامل الدسم طازة يتفور لحتى نقدر نستخرج منه الوجه اللي بيكون موجود على الحليب كيف هيدا الطريقة رح فرجيكم مباشرة رح ننتقل لحتى نسخن الحليب او نفور الحليب بالكسرولة اللي عندي يعني هون الفكرة احبائي بدي فرجيكم على طريقة استخراج الزبدي بقلب البيت فيكم تعملوها فيكم تاخدوا فكرة كمان مش غلط ان واحد ياخد فكرة طبعا لانه كتير اوقات من احنا منسأل انه كيف بيعملو الزبدي رح فرجيكم بكل بساطة كيف بتم عمل الزبدي شفتو الحليب عندي دسمي كتير لانه علق عندي على البريق هلق مباشرة رح شيل الحليب وفوره على النار بس يفور الحليب على النار بدي اتركو لحتى يبرد على الاخر ورح شيل منه الوجه رح شيله هلق وحطه على النار بانتظار انه يفور هوني بعد ما فارع عندي الحليب متل ما شايفين دسمي كتير فارع عندي وطلعت ريحت الحليب عندي بالبيت رح اتركو لحتى يبرد يبرد كتير على الاخر بس يبرد رح يتشكل عندي وجه هيدا الوجه انا طبعا بشيله وبصمده بحطه بسحن على جنبه وبحطه بالبراد هيك على طول كنت اعمل لحتى صار عندي كمية كتير كبيرة من وجه الحليب بعد ما طبعا اخد هيدا الوجه بشرب الحليب لولادي بيكي البساطة هيدا الحليب على طول بيكون موجودة عندي بالبيت تقريبا يوم اي يوم لأ بجيب الحليب الطازة لانو الحليب الطازة كتير مهم لنمو العدم ولحتى كمان الطفل ينشق طول فدايما هيدا الحليب بجيبه كرمال هيك انا كنت استفيد منه وشيل الوجه الموجود وصمده بتصميدة الوجه الحليب قد ما صمدت كمية كتير منيحة اليوم رح نستخرج منه آآ بكل بساطة الزبدة شفتو هون بلشنا نحطه بقلب الخلاط بطريقة جدا بسيطة رح نستخرجها احبائي انا هون ضفت شوي صغيرة من الماي البير بمي المتلجي وراح باشر بخلطهم هاي دي خطوة كتير مهمة انو نضيف مي كتير باردة لطبعا الوجه الحليب اللي انا مصمدته طبعا كان عندي كمان كمية آآ بالبراد مصمدتها كمية منيحة كمان حطيت فوق الكمية اللي عندي للي فترة بصمت فيها وهلأ رح باشر بالخفق مفروض ينخفقوا لمدة دقيقة لديقتين او ثلاث دقايق بيكون ممتاز ويمكن بدقيقة او بدقيقتين اا او اقل حتى بيكون عندي الزبدة فصلت عن الماي الموجود جربوا الطريقة صدقوني صدقوني رح تستفيدوا رح تعملوا آآ الزبدة موجودة عندكم بالبيت طبعا ازا انتو بتحبوا دايما تجيبوا لايكم هون شو صار عندي بلا شي بقبق متل ما شايفين طبعا ازا انتو بتحبوا تجيبوا آآ الحليب البقري على طول لعنكم على البيت لان في كتير ناس بحبوا الحليب الطازة آآ بيفضلو على انو يشتروا الحليب السائل المشترة بيكون جاهز للشرط فبيحبوا هن يفوروا الحليب عندهم بالبيت فهاي دي الطريقة كتير سهلة لحتى احباقي تجربوها ازا انتو بتحبوا طبعا تفوروا الحليب وتشيلوا الوجه الوجه كتير طيب على فكرة فنحنا هون متل ما شايفين عم نخلط رح ضلني اخلط بس بدي فرجيكم شو صار عندي هون لاحظوا بلش يتكون عندي متل آآ كتل هلأ هاي دي الكتل كلها ايتا رح تفصل عن بعضها وراح تصير عندي زبدة من جديد رح ارجع آآ دور الخلاط دقيقتان او دقيقة وبيفصل ما في وقت محدد من دقيقة للدقيقتان بيفصل معنا بطريقة ولا اسهل من هيك بالخلاط بتقدر تعمله الاززبدة بكل بسطة هون فصل عندي متل ما شايفين الحليب آآ الفصل عندي وج الحليب وتشكل عندي الزبدة انا شوفوا كل ما هلأ عم بخلط كل ما اخفق بتصاعد اكتر واكتر وبتحسوا انه عم يصير في عندي كتل كتير وعما يتلاحظوا انتم شفتوا يعني كل هاي ده وبلش عم يتصاعد شوي شوي الزبدة وعم تفصل عن بعضها لحتى طبعا تشكلت عندي متل ما شايفين الزبدة هاي دي الزبدة اللي بنقدر طبعا نعملها بكل بساطة بيبات من الحليب الطازة زبدة حيوانية بامتياز هون اسم الله شفتوا كيف كلها عاملة كتل صغيرة طبعا احنا بعد ما خلصنا هلأ هون الزبدة تشكلت رح شيل هلأ هاي دي الزبدة كلها ياتا بيدي ورح شيلها ونحطها مباشرة بطبق كبير مليان تلج حتيت تلج متل ما شايفين بالطبق الكبير او بالجات تلج كتير كبيرة ايضا بالاضافة للميلم سقع الميلم تلجي كريميل طبعا ما تفرض معنى الزبدة لانه بعدها هلأ معمولي شو رح اعمل رح اجمع الزبدة كلها على بعضها تايدا الشكل لانه اصلا هي الزبدة حبيبات مبينة فمفروض تنجمع على بعدها لتصير زبدة هلأ هي زبدة اصلا صارت بس منصير نحنا منشيلها مباشرة ونحطها بالماي لمتلجة لحتى تكمش على بعدها كتير منها هلأ بدها بعد شوية لحتى تكمش بس منصير منشيلها ومنحطها بالماي لمتلجة هاي دي خطوة كتير ضرورية مش غلط احباقي انه نشوف افكار جديدة مش غلط انه نشوف طريقة استخراج الزبدة او حتى طريقة عملان اللبن او حتى طريقة استخراج او طريقة عملان الجبن يعني في طرق كتير في ناس اوقات بتحب تشوف بتحب تاخد معلومات بتحب تاخد افكار بس مش ضروري تطبقه فمش غلط كمان انه نطبقه ومستفيد هلأ شو رح اعمل بعد ما تركتهم تقريبا شي ساعة رح بلق شيلهم وعصرهم بهيدا الشكل وهون صار عندي احباقي الاز زبدة حيوانية كما شايفين طبعا بعدها متلجة فاجباري بده تكون هيك هلا مجرد ما اني شي لو عصرها كتير منيح بغطيها بحطها بتكبروية صغيرة وبنقلها مباشرة بحطها بالبرات هيك صار عندي زبدة حيوانية لذيذة جدا صناعة يدوية صناعة بيتو تي بكل بساطة طبعا مش رح اكتفي بهايدول الطرق كمان على طول رحضا نجمع اه وج الحليب لحتى استفيد من هادي الطريقة حتقولولي انه شو هاللبك وشو هالغلب انه بده نقعد نجمع وج الحليب لحتى نعمل زبدة في ناس اه متل انا ايه انا بحب اني اعمل شي من اه من شغال كتير بسيطة ممكن اقدر اه جمع قصص صغيرة لحتى اعمل شي كتير مفيد لالي ولاولادي ولاعادي بقى من وج الحليب هالبسيط اه من الفوران قدرت اني استخرج زبدة بكل بساطة وحبيت انقل هايدي المعلومات لالكن لانه انا متأكد كتير من الناس حابين او عندهم فضول انه يعرفوا طريقة عملان الزبدة البيتو تي ومش حيالة زبدة زبدة حيوانية بامتياز معروف كيف معمولة اه ما فيها اضافات متل ما شفته طبعية مية بالمية هون انا عسرتها وهيدي احدى الزبدة صارت جاهزة ما شاء الله طبعا هيدول اكيد مش رح يطلعوا معي هلأ رح سوفيهم بمصفية وراح حطهم فوق الزبدة اللي انا عملتها بتمنى احبائي هيدا الفيديو يكون عجبكم وحبيتوا الفكرة اللي اليوم قدمتها بتمنى تعملوا لايك كتير كبير للفيديو واكيد اشتركوا ازا بعدكن ما اشتركتوا بالقناة وبتمنى تعملوا شارع على صفحاتكم لايستفيد الكل من هيدا الفكرة لانا اكيد هيدا فكرة كتير مهمة وانا متأكد كتير من الناس رح يستفيدوا وراح يحبوا الفكرة وراح يتشكركم ازا نشرتوها انا بحبكم كتير بوساتي كتير للكل هلا انا بدي ودعكم احبائي بحبكم كتير رح اشتقلكم للفيديو القادم الى اللقاء لايكوا هلا هيدا الزبدة ماشاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة